اشتركوا في القناة وميدالية برونزية لبطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجسو والمقامة حاليا بالعاصمة الإماراتية أبوظبي هذا نصها سعادة المهندس أحمد عبدالعزيز الخياط المحترم رئيس اتحاد البحرين للدفاع عن النفس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد يسعدنا أن نعبر لسعادتكم ولأعضاء مجلس إدارة اتحاد البحرين للدفاع عن النفس والجهازين الفني والإداري وأفراد الفريق عن خالص تهانين بمناسبة إحراز اللاعبين محمد أبو إدريس ومحمد غريب ميداليتين وذهبيتين واللاعب عالم فردي ميدالية برونزية لبطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجسو والتي تقام حاليا بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بمشاركة أكثر من سبعة آلاف لاعب يمثلون أكثر من مئة دولة وإذ نشيد بالمستوى الرائع الذي ظهر به الأبطال ضمن منافسات البطولة وما تحلوا به من عزيمة وإصرار على تحقيق هذا الإنجاز الذي يؤكد على الجهود الحثيثة التي بذلها رئيسه وأعضاء مجلس الإدارة والجهازين الفني والإداري داعين المولى العلي القدير أن يكلل بالخير هذه الجهود ومتمنين في الوقت ذاته لسعادتكم ولجميع منتسبي الاتحاد المزيد من التوفيق والنجاح لرفع مملكة البحرين في كافة المحافلة الدولية وفقكم الله لما فيه خير وصالح الجميع خالد بن حمد بن عيسى الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب ورياضة رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القواء رئيس الفخري للاتحاد البحريني لفنون القتال المختلطة ترجمة نانسي قنقر